صابر وكريم وأي من ثلاثة شبان اعتقلتهم السلطات التونسية قبل ثلاثة أشهر بعد اتهامهم بالانضمام إلى تنظيم إرهابي وإنشاء معسكر تدريب في ظواحي محافظة المنستير الساحلية ثم أخلت سبيلهم وقد قال الشبان الثلاثة إنهم تعرضوا إلى التعذيب والمس بكرامتهم خلال إيقافهم والتحقيق معهم من قبل أجهزة الشرطة يطرمني بكف يدور لي وجه فهمتنيم وبعد دخلوا في الأربعة عم فين يضربوا يعنف أنا في عنف نعيت أصلا نعيت ما عاشنا عارف روحي يعني فاش قاعد نقول ولا فاش قاعد نعمل فهمتنيم مع انتهم السبان والشبت أموك أبوك يغسلهم لك بالحق والله إهاء ما أتيهينك إهينك جماعة الارهاب بيهزوا أيديهم كلنا عملوا هيك تخرجوش علاش جماعة الارهاب ما تاكلوش أحنا قاعدنا جمعة مثل ناش منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية أخرى في تولس والخارج تحدثت عن اتهامات بعض المعتقلين للأجهزة الأملية بممارسة التعذيب بعد الثورة وقد جاء في بعض التقارير الحقوقية أن تجريم التعذيب والمس بالكرامة في الدستور التولسي الجديد لم يمنع استمرار هذه الظاهرة بشكل يبعث على القلق انتهاكات التعذيب سواء منطرف قوات الأمن وكذلك منطرف صلات السجنية إلى جانب اعتداءات تم تسجيلها منطرف المجتمع المدني مزال التعذيب يعتمد كوسيلة لأخذ الاعترافات وأكبر دليل على الكلام هذا هو أن المتهم يدل بأقوال عند بحث البداية ثم يتراجع عنها عند حاكم التحقيق لكن السلطات الأمنية والسجون في تونس تنفي نفيا قاطعا هذه الاتهامات وحجتها في ذلك أن السجون ومراكز إيقاف المعتقلين أصبحت مفتوحة أمام المنظمات الحقوقية لزيارتها في أي وقت كما أعلنت وزارة العدل من جهتها تشكيل هيئة وطنية مستقلة لمقاومة التعذيب لدينا الهيئة الوطنية إن شاء الله ستتشكل خلال نتمنى في شهر جوان أجل هيئة الوطنية الوقاية من التعذيب ونتتمنى أن تكون هذه الهيئة مستقلة ومستقلال إداري ومالي وأن تكون فاعلة وأن تتوفر لها كل الإمكانات الموارد المادية للقيام بمهامها ويأمل الحقوقيون أن يتوج مصار الثورة بالقضاء نهائيا على ما يسمونه ظاهرة التعذيب في تونس ترتفع أصوات الحقوقيين المطالبة بوقف هذه الممارسة داخل السجون ومراكز الإقاف اتهامات تنفيها السلطات الرسمية في تونس لا سيما بعد الثورة من العاصمة التونسية توفيق العيشي الحرة